اقام معهد الدراسات القضائية والقانونية الحفلة الختمي لبرنامج التدريب الأساسي للشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية في نسخته الثانية نعم وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام وسعادة أسي النواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مواصلة لمسيرة التطوير للكفاءات والكوادر الوطنية في مجال القضاء اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية برنامج التدريب الأساسي للشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية PLPC في نسخته الثانية تحرص الوزارة ومعهد الدراسات القضائية بتوفير التدريب المتخصص للكوادر البحرينية في مجال المحامة باللغة الإنجليزية وذلك لتواكب مخرجات هذه الدورات سوق العمل وبالأخص القرارات الأخيرة التي صدرت بقبول دعاوة في المحاكم والقضاء باللغة الإنجليزية ويعكس هذا مدى احترافية المحامة البحريني في قبوله في الدعاوة القضائية باللغة الإنجليزية الوصول إلى العدالة النانجزة هو ليس فقط تهتم في القطاع العدلي للدولة بل كذلك كثير من المهن القانونية تم خصخصاتها مثل الوسيط الشرعي الوسيط الجنائي المنفذ الخاص الخبير وكذلك الوسيط في الأمور المدنية والتجارية فكل هذه الخاصة تحتاج إلى تأهيل والمعهد في ظل سياسات مجلس أمناء والخطاط الاستراتيجية في تركيز على هذه البرامج لتأهيل هذه الكوادر أنها تعمل في هذه المهن الحرة شارك في البرنامج 58 متدربا من خريجي القانون فيما اجتاز منهم 23 متدربا بعد استفائهم لشروط القبول وذلك خلال فترة ستة أشهر للتدريب النظري والعملي حيث تضمن 13 مادة علمية تناولت مختلف المواضيع القانونية بدءا من أخلاقيات العمل القانوني ومهارات البحث العلمي وقوانين تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية وغيرها من الموضوعات كوني متخرجة من هذا البرنامج ومتخرجة من جامعة البحرين حسيت أن هذا البرنامج مزج بين التعليم النظري والفعلي التطبيقي في مجال القانون وبالذات كنا متخرجين من جامعة البحرين باللغة العربية حسيت هذا البرنامج مزج بين اللغة العربية والإنجليزية وايد استفدنا من هذه الكورس نما عندنا المهارات التي لا كنا متطلعين عليها من قبل ووجهنا توجه أكثر لمجالات محددة الحين مطلوبة أكثر في سوق العمل الكورس الذي قدمتها القدمة المعهد مشكورة أعطاننا لمحة واسعة عن القطاع العدلي في مملكة البحرين عن كيف التعامل في القضايا المتعلقة بالبنوك والقطاع المالي في القضايا القطاع التأمين والقطاع الصحي نجاح البرنامج التدريبي يعد دافعا لمزيد من التطوير للكفاءات العاملة في مجالات القضاء والمحامة وذلك بالتعاون والتشارك مع عدد من مكاتب المحامات والخبراء سعيا للارتقاء بالكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال سعيا للارتقاء بالقطاع القضائي في مملكة البحرين وما يشهده من تطور متنام ومتسارع جاءت هذه الدورة التدريبية المتميزة لتعزز من كفاءة العاملين في هذا المجال لغويا ومهنيا يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين